ورحمة الله وبركاته تحقيقات نيابة تكشف مفاجأة كبرى في وقع دارق طفل بنادي الزمالك في وقع صارت اهتمام الكثيرين وفي بيان انهام كشفت تحقيقات نيابة العامة بشأن وقع سقوط الطفل داخل حمام سباحة داخل نادي الزمالك مفاجأة حول تفريغ الكاميرات الخاصة بمسرح الواقعة حيث تبين أنها غير مسلطة على حمام السباحة أصلا وأمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحجز منقذ في نادي الزمالك 24 ساعة لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية في وقع سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي وستدعت النيابة اثنين آخرين من المنقذين المسؤولين عن حمام السباحة لسماء أقوالهما حول الواقع وكشفت أقوال والد الطفل خلال تحقيقات النيابة عن أنه يوم الواقع ترك نجله مع شقيقه الأكبر وذهب لقضاء بعض الأعمال مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الواقع كما لم يوجه اتهام لأحد بالتسبب في مصر عن نجله كما كشفت أقوال المنقذة مام النيابة لأن حمام السباحة محل الواقع مقسم إلى سلاسة أجزاء يختص هو بمتابعة جزء منه بينما يختص منقذان آخران من زملائه بمتابعة الجزئين الآخرين وأوضح أن الواقع لم تحدث في المكان المخول له بمتابعته مشيرا إلى أنه وقت وقوع الحادث كان تركيزه على المكان المختص له بمتابعته وفوجه بوجود شيء بحمام السباحة وبنزولهم للحمام للسبيان الأمر وجدوا الطفل وكانت الأجيزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا بسقوط طفل في حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك وبالانتقال تبين سقوط طفل خمس سنوات في المياه وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتبين مفارقته للحياة ربنا يرحم ويصبر أهلا